هاي التقنية اللي بتعتمد على الذكاء الصناعي راح توفر عليك كتير وقت مو بس هيك ممكن تفتح لك باب رزق وباب دخل من خلال استخدام هاي الميزة بتقديم الخدمات الفنية يلي طالبة إذا حابب تعرف كيف تستخدم هاي الميزة يلي هي تحويل أي صوت لنص مكتوب تابع معاي الحلقة مرحبا يا سعدة وقتكو انا المحمود الجابل يمور الكاميرا زوج تيرامة حان حصلنا أفلام عمل حاول فيدكم هاي المعلومات القصيرة والسريعة في علام صناعة الأفلام وعالم الصوت والصورة هذه الحلقات يجب ضمن السلسل السينماتيك يجب انتاجها من قبل فريق كوميرا فريق كوميرا فريق فاني أقدم لكم خدمات صناعة الفيديو والعلان النجاري وكل ما يتعلق من إنتاج المرئي من الألف للياء أصدقائي إذا عدتوا بجبكم هذه الحلقات تتنسوا الاشتراك في القناة وفيزر الجرس لحتى تضلوا عن طلال آخر معلومات في علام صناعة الأفلام وعالم الصوت والصورة أما وضوح حلقتنا اليوم يا أصدقائي بدنا نحكي عن تقنية جميلة جدا رح أعطيك تطبيقين فيك تنزلهم عن الجوال مباشرة بتشتغل عليهم هاي الميزة بكل بساطة بتحول أي صوت لنص مكتوب إن كان باللهجة العامية أو باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو أي لغة بدك إياها في عندك كتير لغات متعددة فيك تحولها لنص مكتوب مو بس هيك الصوت فيك أنت سجله مباشرة عن طريقة التطبيق أو جيب صوت جاهز وتحول هذا الصوت مباشرة طبعا بالبداية رح أشرحكم عن هاي التطبيقات وبعد ما نخلص شرح عن هاي التطبيقات رح أقلكم كيف تستخدموا هاي الميزة لتحققوا دخل إضافي منها وطبعا يا أصدقائي هاي الخدمة تعتبر من أكثر الخدمات المطلوبة في عالم الميديا لهيك لازم تعرفها واستغل صحلة حتى تكسب من خلال فلوس خلوني ننتقل للتطبيقات ونبلش بأول تطبيق وبعدين ننتقل لتاني تطبيق لا يروح عليكم هاي التطبيقات وعرفوا كل ميزات لحتى استخدموهن بشكل صحيح ونشوف سواء ليتعملهم هذا هو تطبيقنا الأول يا أصدقائي مثل ما نشايفين Audio to Text وهذا التطبيق فيه كتير ميزات مبس يحول الصوت لتكست أو لنص فيه أيضا ترجمة فورية ممكن نستفيد منها وأيضا ترجمة للنصوص وكتير أشياء وبقبل اللغة العربية وبأكثر من لهجة راح نعمل له Open بأصدقائي بطلع لي بهذا الشكل مثل ما نشايفين وبعدين تحول لهي الصفحة مروا على شي اسمه Audio to Text طبعا Audio to Text عنا أكثر من ميزة موجودة فيه مثل ما نشايفين Speak and Translate يعني منحكي بأي لهجة وبأي لغة وبترجم لي إياها للغة أنا بختارها أما هون عنا Speech and Text يعني منحكي وبحوله لمص أيضا في عنا Text Translate يعني ترجم لنا النصوص خلونا نشوف أول ميزة بنضغط عليها هون بنشوف يا أصدقائي عنا هون بنختار اللغة اللي بدنا إياها في عنا بنضغط هيك بنشوف في عنا Arabic بأكثر من لهجة وعنا اللغات اللي بدنا إياها وعنا هون English أيضا في عنا أكثر من لغة نحكي وبحولنا إياها للغة تانية باللغة اللي بدنا إياها طبعا يا أصدقائي هذا فيك تستفيد منه بالترجمة المباشرة أما بنرجع هيك بنرجوع لورا ونشوف الميزة التانية Speech and Text يعني فينا نضغط هون Tab to Speak ونبلش نحكي وهذا الحكي رح يتحول عندي لنص مكتوب فوق طبعا هون بنختار اللغة العربية بنرجع بنرجوع لورا ونشوف هون Text Translate أيضا يا أصدقائي فينا نكتب أي نص بدنا إياها وبحولنا للغة اللي بدنا إياها طبعا تجربتي بالنسبة لتحويل الصوت لنص مكتوب أو الترجمة الفورية عبي أخذ حتى اللهجة يعني شو ما كانت لهجتك عبي يلقطها بشكل كبير وذكي جدا أما تطبيقنا الثاني يا أصدقائي مثل منا شايفين هذا هو اسمه Transcript Page to Text طبعا كتير رائع هذا التطبيق وذكي جدا وبيلقط بشكل كبير الكلام يلي محطوط أو النص أو حتى الصوت يلي منضيفه إليه بحولنا إياها لنص مكتوب طبعا هذا التطبيق يا أصدقائي هو مجاني ومو مجاني يعني فيك تحط صوت لمدة خمس دقائق بحول لك يا مجانا أكثر من خمس دقائق لازم تشتري الخطة الاحترافية بس بتوقع خمس دقائق كافية أو ممكن إذا الصوت عندك 20 دقيقة تقسمه لخمس دقائق خمس دقائق وتفوتهم بشكل متتالي على التطبيق خلونا نعمل Open وطبعا هون في عنا خيارين يا أصدقائي الخيار الأول Record يعني نسجل نحن مباشرة من التطبيق ويحولنا يا وفي عنا هون فيديو أو أوديو يعني فيك تدخل له فيديو أو تدخل له صوت وطبعا هذا العجبني بهذا التطبيق أنه مو بس تسجيل ومو بس أيضا حكي مباشر ومو بس أيضا إضافة صوت وإنما فينا نضيف فيديو وهذا رح نحكي عليه كيف رح نستفيد منه لحتى نربح من خلال هذا التطبيق ونعمل دخل إضافي طبعا للأشخاص اللي عندهم شغف والحابين يستغلوا هذا الأمر خلونا نعمل Record طبعا يا أصدقائي مجرد ما أنه Start Recording سيبدأ سيسجل ونشوف هل رح يحول الكلام يلي بدنا نحكيه نحوله نص ولا لا نضغط Start Recording ومنحكي مرحبا يا أصدقائي إن شاء الله تكونوا بخير أنا محمود الجبلي لا تنسوا تعملوا اشتراك في القناة فعلوا زر الجرس نعمل Stop وهلأ هذا الصوت يلي سجلناه ومنعمل بكل بساطة أما نشغله أو نقل له Stop أو نضغط هون منشوف Share هلأ لحتى نحوله نص بنعمل Transcript هلأ رح يحولنا يلا نص ولا لا وقبل ما نجرب يا أصدقائي بدي ذكرك أنه في دورة مجانية بالسيناريو وأيضا دورة مجانية في المونتاج فيك تستفيد منهم وتاخد شهادة مجانا وهذا الشي موجود بكوميرا أكاديمي ما عليك إلا السجب الأكاديمية تحضر لدروس وتعمل اختبارات وتاخد شهادتك مجانا في السيناريو والمونتاج على الجوال وهلأ خلينا نعمل Transcript ومنشوف يا أصدقائي حددنا اللغة العربية ومنقوله Confirm وبلش يعمل Abloeding للصوت يلي سجلناه طبعا عبقلي بعد ثواني جر الصفحة لتحت وخليها تتحدث خلونا نعمل هيك ومنشوف يا أصدقائي مباشرة فعل لي ياها حول لي ياها نص خلونا نقرأ هل صحيح النص يلي ولدوا ولا لا وبنحكي مرحبا يا أصدقائي إن شاء الله تكونوا بخير أنا محمود الجبلي أتنسوا تعملوا اشتراك في القناة فعلوا زر الجرس نعمل Stop أنا مو قلت نعمل Stop كتب لي يا نعمل Stop رائع جدا فيك أنت تعمل Edit فيك تحدثه وفيك تنسخه وهون كاتب لك أيضا لحد الخمس دقائق التطبيق مجاني فيك تستفيد منه رائع جدا وفينا نستفيد منه لكتير أشياء وكتير أمور بتفيدنا خلال عملنا وهلأ خليني أحكيكم يا أصدقائي كيف تستفيد من هذا التطبيق لحتى تحقق دخل طبعا التطبيق الأول خلينا نسميه هو حكي فوري بيحولنا يا وهدف فيد الناس اللي بدأت ترجم ترجمة فورية أو بدأت ترجم نصوص أما التطبيق الثاني هو لحتى يعملوا تفريغ صوتي وهذا الشي فيه يستفيدوا منه بشكل كبير شو هو التفريغ الصوتي يا أصدقائي في كتير عالم عندهم برامج تلفزيونية عندهم حلقات بدهم يحولوا هاي الحلقات لنصوص مكتوبة ممكن ديعملوا عنها مقالة أو بدهم يعملوا عنها كتابة فانت شو بتعمل بتحول هاي الفيديوهات وهي الأصوات بتحولها من نصوص مكتوبة بتعطيهم ياها وهذا الشي موجود بكتير مواقع وكتير خدمات بتطلب التفريغ الصوتي بكل بساطة انت بتجيب هذا الفيديو بتجيب هذا الصوت بتحطه على هذا التطبيق الثاني إذا أكتر من خمس دقائق بتقلله للخمس دقائق بتقطعه بتعمله أكتر من دفعة وبعدين بيعطيك نص مبدئي هذا النص المبدئي بتفوته على الملاحظات وبتعدل الأشياء البسيطة مثل ما شفنا أحيانا بصير خطأ بهمزة بحرف معين انت بتعدله وبنفر عليك وقت كتير من انه انت تحط الفيديو أو تحط الصوت وتبلس تستمع وتكتب حرف حرف وكلمة كلمة كان على الجوال أو الكمبيوتر الأمر رح يكون مرهق انت رح يقطع عليك هذا التطبيق مشوار 90% تقريبا طال عندك 10% انت بتتعود تشتغل على الكمبيوتر على الجوال وتبلش يا صديقي تفرد صوتيا وتسلم هذا الملف الصوتي اللي طالبه بدك هلأ تسألني انه طيب أوكي هاي التقنية عرفتها أو عرفت كيف اشتغل فيها لكن الزبائن منين بتجي رح أقولك يا صديقي بتنزل على الوصف أنا تارك لك حلقة قديمة حكيت عن كتير مواقع بتستفيد منها لحتى تبيع أعمالك لحتى تعرض أعمالك لحتى تعرض خدماتك الفنية والسجل فيها الموضوع مو سهل مو هلأ تقول أنا مباشرة رح سجلت بالموقع تاني يوم ما أجاني زبائن الموضوع بده تطوير وبده شغل وبده متابعة وتشتغل على حالك لحتى تحقق دخل وهي أول خطوة وأول فكرة بلش من هلأ وبحاث على الموضوع وبلش تطور حالك وعمال دخل إضافي من خلال هاي الميزات ياللي عم نطرحها بهي القناة مبس هاي الميزة طبعا بدي ذكرك أنه أيضا فيك تتعلم المونتاج عن طريق الجوال وتتعلم كتابة السيناريو وهذا شيء مجانة وتاخد شهادات شهادة شو بتستفيد منها هي شهادات الدورة فيك تضيفها لسيرتك الزاتية وهذا شيء برفع من أسهمك بالسوء الإعلامي وسوء الميديا وهذا شيء طرحناه بأكاديمية كوميرا تفوت على الأكاديمية الموجودة بالوصف والسجل فيها وتحصل على هاي الدورات مجانا وتاخد شهادات فيها والدورات مجانا لحتى الآن هني دورة السيناريو ودورة المونتاج على الموبايل فاستفيد منهم يا صديقي وبتمنى كون عفيتكم بهي المعلومات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة